بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك الانتفاضة الجامعية المنتشرة في جامعات أمريكا المختلفة الحقيقة لها الكثير من الدلالات والعبر لأنها بتكشف عن مدازيف الكثير من الشعارات اللي تمسكت بيها النخبة الحاكمة هناك في أمريكا أو في معظم البلاد الغربية خدال السنوات اللي فاتت عن مسألة حرية التعبير وما إلى ذلك والقيم التعبير عن الرأي وكل هذه الأمور لكن لما هناك خط أحمر لما بيتعداه المواطن ويعبر عن رأيه قريبا من هذا الخط بيكون فيه كل أشكال المصدرة للآراء والحقوق ولا اعتقالات حتى المشاهد اللي احنا شفناها وغيره وتتحول كل هذه الدولة التي تغنت بهذه القيم إلى دولة من العالم الثالث لا تختلف في إجراءاتها القمعية عن كثير من هذه الدول خذنا نرحب بفضلة الشيخ الدكتور عصان طليمة من علماء الأظهر الشريف لتتكلم حول هذا الموضوع مرحبا بك دكتور أهلا بك أصلاح بك أصلاح والمشاهد الكرام أهلا بك دكتور انتفاضة للطلاب يعني شررتها كانت رئيسة جامعة من أصل مصري كيف هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الحقيقة أني منذ أحداث غزة وهذه الأحداث كاشف كان القرآن الكريم ينزل ويضح المناوئين ويضح الكاذبين ويضح المناوئين حتى في القرآن الكبسورة سنة سورة التوبة سماها العلماء والمفسرون بعدة أسماء الكاشفة واضحة المباثرة لأنها بعثرت النفاق وكشفته إلى آخر هذه الأسماء التي تدل على فضح النفاق والمناوئين الآن لا يوجد القرآن لا ينزل لكن القرآن صالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولكن جعل الله عز وجل لنا في حياتنا عوامل تكتب ديف الدعي والكاذب وسط والمخلص من ذلك الأحداث التي نعيشها يعني الآن بنجد ناس تغيرها هو الإنسان والحفاظ على الحقوق والعدالة والمساواة والإخاء والحرية ولكن عندما تأتي الحرية والمساواة والعدالة والإخاء عند العرب والمسلمين يلحس هذا الغربي وكلامه ومن أهم ما كشفته هذه المحنة وحداث طفان الأقصى أنها كشفت زيف هذا الغرب في كثير من أبقاب وإلا أنك طبعاً أنا الصادقون في الغرب وإلا الطلاب اللي عميين الجهد دامهم غربيين عشان ما نظلمشي يعني لكن نتكلم على الساسة اللي هم الذين يقومون على الأمر بيباني دعاهم وكذبهم دول على يعني لاحظ شوف إرجع من أسبوعين عشرة أيام لما دايت أحداث إطلاق المسيارات إيران على الكيان الصهيوني كم دولة أوروبية في بداية قبل لما بيقول لك إن ده لسه أبنى توصل لقالوا بعدين ساعة ساعة توصل المسيارات كم دولة غربية أبنى توصل عملوا التضامن مع إسرائيل ورافضوا هذا العدوان وأدام وهددوا إيران وبعد اليوم يمن فعلا جاءت عقوبات وتهديدات أسقاص وغير طيب بعد التهديدات دي بالضرب والقذائف عدد القتلى صف عدد الجرحة صف عدد الأضرار صف طيب تاني يوم مجازر بشعة في غزة أين هذا العالم اللي يحبس أنفاسه ويبحث عن جسور جوية وبرية لمعونة الكيان الصهيوني طمت وبس النهاردة بدأت أسعاد تقول لك وغيروا يقول لك إيه والله يا جماعة لابد من إنهاء الحرب في غزة بس شرط مع الإنهاء لابد من إيه إخراج كل الأسرة والأسرة الفلسطينيين اللي من قبل الأحداث وبعد الأحداث حاجة تتكلم حاجة تتكلم وطبعا ما يحدث في الجامعات الغربية صادم لهؤلاء أولا لإنه هؤلاء اكتشفوا زي ما يدعى في جلادين بالحرية الشباب طلب الجامعة وطلبة الجامعة دايما هم يعني قيرة المجتمع في الحراك شباب وعنده حيوية وعنده وقت وعنده اطلاع ووعي وأي جهد معاه بيطلح يقضيه وبعدين عاش سليل رؤية واحدة على مدار عقود كلها تصب لصالح الكيان الصيوني الآن وده بسبب الميديا والترسالة الفوضة اللي الناس قداما تقول لنا نعمل ايه طب يا جماعة اكتبوا لك ده آخرنا وبيستقلوا بيط وانت شايفوا على طول وعرض بلاد الغرب مسيرات ومظاهرات كله جهدي اعلام هيعرفوا منين المواطن الأمريكي بواجه عام ويطلعش جهاز سفر ويحتاجش يسافر وعنده أمريكا يروح فيه مبسوط ده غالبهم فمن أين أتتهم هذه النظرة الميديا الإعلام وسائل التواصل أولادنا وشبابنا نكلمهم انجليز ويحسنون التواصل معهم وفي عرض قضائنا حدث هذا الحراك النهاردة وعندين اللي بيتطاهر جامعات اللي بيحضر فيها أولاد النخبة أولاد أعضاء كونجرس الأمريكي وأعضاء في الحكومة والسياسيين كبار وإعلاميين كبار فالنهاردة مش ناس مع احترامنا بالبسطة بالعكس خلتم صررون وترضقون إلا بضع عفائكم لكن بتكلم أني كان الكيام الصهيوني والأمريكان والغرب حرصين لشرارة هذه الحرب لا تصل شرارتها إلى هذه الشريحة وصلت وخرجوا بتضامن ضخم وبمسيرات مستيرات وطاهرات ضخمة واعتصامات اضطر بعض الدول إلى إغلاق يعني تعطيل الدراسة للمؤلاء المعين لماذا لإني لا هذه سريحة سريحة مقلقة بالنسبة لهؤلاء الناس السياسين دام دينا دينا درس مهم جدا أن يا جماعة ليست العبرة في من ينصرك بدياناته ممكن تلاقي واحد متدين لكن تدين مخابرات زي السلفية الجامية المدخلة دول الأمنغية الأضايات مش معاك ضدك في واحد مش مسلم لكن يعني يريد الحق وده اللي قال النبي على رسوله سلام إذهب إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد ليرفع هذا المعيار الظلم وعدم الظلم فده ملمح مهم جدا نحن نرى يا جماعة نفتح في باب النقاش والتواصل وفي باب التفاعل مع كل إنسان يجب نعلم بالأمريكان أي أن كانت بل هناك يهود أمريكان يتظهروا ليه لأنه يهودي والصهيوني فعلينا أن نفرق في التعامل بين اليهودي والصهيوني اليهودي تابع لديانة له كل التقديد الصهيوني سخص عدواني محتل له أن يقاوم ويعرض المعارضة التي تتطلب مش معارضة في من الداخل لا معارضة في إخراج الاحتلال إذن دي نقطة مهمة في التفق طيب العمل والجهد لا يحترن أحدكم من المعروف شيئا هو ينقل ما تقللش من جهدك مهما كان لأن الحق مهما كان قوي مهما كان صغير وضعيف وهو أمام الطاطق قوي أيضا من الدروس المهمة أن مثل هذه الإجراءات المتعسفة بل تطلح بقوة يا جماعة الغرب سيبدأ يفكر لم تنفعه ديمقراطيته ولا فلسفته لأنها بتعمل أحيانا وتعطل في أحيان أخرى فما الفلسفة البديلة هنا فرصة نعرض الإسلام عربا جميلا محببا لأن العرض ده مش مجرد عرض بس لأنه نجي الشوك وانطباع لماذا قلنا في أول أحداث غزة يا جماعة الأحداث ديت أوقيت خير إن الناس تسأل على دين الناس وفعلا كان السؤال الملح ليس كيف حدثت الأحداث في غزة بل كيف صبر أهل غزة كيف صبر أهل غزة إنه الإيمان وما نور هذا الإيمان إيمان بله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبدأت الناس ثم تعامل أهل غزة مع الأسرى الإسرائيليين كان تعاملنا راقيا يعبر عن تعاليم الإسلام فخلى الناس يقول لا يعني ده ناس أنت أسير في النفع فوق في جندي إسرائيل بيئة الفأهلة ولتحت ده يكون أخوه أبوه عمه أريبه لم ينتقم الفلسطينيون من الأسرى الإسرائيليين وشفنا عمل الصهاينة في الأسرى الفلسطينيين سواء التعريق أو القتل أو الجباد الجماعية أو الاقتصاد أو إلى آخره إذن الشاهد هنا أن هذه المقارنة الأخلاقية لصالح الإسلام والمسلمين ففرصة نعطي عنوانا واضحا بينا من أخلاقنا سيكون بذلك أفضل الأخلاق ولما نقرأ في قصة يعني أصحاب الرجيع وبئر المعونة كان النبي على الصلاة والسلام جاءوا عدد من المشركين يدعون أنهم أسلاموا عايزين يتعلموا الإسلام فأعطان بعض القراء اللي سموا بعد كده بيه غزو بئر رجيع بئر معونة لما ذهبوا وهم خدعوا هؤلاء المجموعة وأرادوا أن يأخذوا أسرى إلى المشركين بمقابل كان من ضمن الأسرى اثنين سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زايد بن الدثن فسيدنا خبيب قال للمرأة التي كانت في البيت اللي هو فيه قال لي إذا حان وقته أجلي فأخبرهم لما تعرفوا إنت يتلوني بلغيني قبلها فبلغيتوا أن يبدوا مسألة غربت لأن المشركين لما استدقوا كفار قريش ومشرك العرب أشرف من كثير من الغرب المدعي هذا الآن معهم أسر ومعباد وثن بس كفار قريش ما يتلوش في وقت الأشهر الحرم اللي آتي الأخو وابوه وعمه قال لك وكان ينتسيبت اللي خديته ده أتي ليها اتنين من ولادها الصحابة يسمينا خبي ومع ذلك الانتقام عندها قوي وكانت ندر ند يسمينا عاصر مثال الأفلح أيضا في الأتلية اتنين أن اللي يجلب لها رأسه وتشرف فيها خم وتبدل وزنها ده لأي درجة لما قالهم الأسرد استنوا لما يطمض الأشهر الحرم فهي المعلم ما علمت القادمة أو الجارية إن الموعد اقترب أخبرته فطلب منها امتات يا أبو موسي موس مكنت حلاء عشان يزيل شعر الإبط والعانة ليستطيبه فلما ادتوا الموس غافلت عنهم اشتغلت في البيت فغافلت عن طفل صبي الله طفل صغير أربع خمس سنين بيلعب ترح بعيد عنه فرح فين مكان أسر سيدنا خبيب بن عدد فالولد بيلعفة العادل سينا خبيب على حجره والموس في إيده فدخلت المرأة فوجدت تصلها على فخض خبيب والموس في الإيد التانية إيه الطباع اللي هيجي لك هيئتن واحد وبعدين من حقه ميت مصدوم ومصدور وتغضر به وهيتئتن فعلاوة على عدائل فإن خبيب لمح ذلك في عين المرأة دون أن تتكلم فقال أظمنت أن أفعل كذا والله ما كان لي أن أفعله يقول لما خرج أبو سفيان وكان مسلسكا أنا ذات المظومي على أولو الصلب عشان يعني يتلوه فأبو سفيان قال لي يا خبيب أتتمنى أن تكون سالما في أهليك أو محمد ومكانك يعني لو أنت قدرت أنت ولا هو قال له إيه سيدنا خبيب لا والله لا أحب أن أكون آمنا في بيته ويشاك محمد بشوكة صلى الله عليه وسلم عليه السلام أبدا أنا الشوكة تصني ولا تصني فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا فحب أصحاب محمد محمدا صلى الله الله عليه وسلم فالمرأة الجارية لم أرأت هذا المظلم خبيب ولم يقتل هو مظلوم فأسلمت فيما بعد وقالت رحم الله خبيب وكذا وإنه كان هو سيدنا زيد قل فتقت في يده يقص من العنب الحب قبر رأس الرجل كراما من كرمات الله له الشاهد إن الذي رأى هذه الكرمات وهذا السلوك الأخلاق النادر طعب قال لا يسلم طعب السيدة مارية القبطية لما كانت من مصر إلى المدينة هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقلوا لماذا أسلمت قالت كمعاء الصحابة بسوق الإبل وبسفرين قالت والله لقد كنت بين قوم يحرصون على عرضي أكثر مما يحرص عليه أبي وأخي مزد لهذه الطرق ف فرصة أننا الآن سيبدأ هؤلاء الناس سنوعة قدرة فلسطين نعرف الناس متصورة أني لي الصهينا حق تاريخي في هذه الأرض لأدورنا الآن نهاردة لترجم ونشرح ونعرف المدخل إنساني في الناس بتقتل وتفرد وأيضا نجيب المدخل التاريخي والقانوني والحق الأصيل لأهل الفلسطين هذه فرصة عظمى جاءت على طبق من طبعا مشهود من ذهب لأن السبب في ذلك هو دماء الشهداء التي كانت دماءا زكية فنفعت قضياتهم هذا النفع